رغبة بتحسين الأداء السوداني يستعد لإطلاق تغييراته الوزارية وحقائب النفط والاتصالات والتجارة تتصدر القائمة مع تأخر الموازنة نائب كردي يتهم حكومة الاقليم بالاستلاء على حقول كردستان وقانون النفط بلا اتفاق لغاية الآن أكثر من خمسمائة قرار النزاهة تكشف أرقام أحكامها بحق الهاربين والحكومة بسباق مع الزمن لكبح جماح الفساد بتغريدة غير متوقعة زيباري يهجم شريك الحزب ويتهم الخارجية بالاخفاق بإجلاء جالية العراقية من السودان كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم والبداية السياسية لا يتكشف تحالف الفتحة عن قرب إطلاق رئيس الوزراء محمد شيع السوداني لأولى تغييراته الوزارية النائب عن التحالف سالم العنبكي قال إن السوداني مسؤول عن أي انفاخ يحصل في مهام حكومته وشار العنبكي لأن أي تغيير وزاري سيقوم به السوداني سيكون بعد مضي ستة أشهر على ولادة حكومته أي بعد شهر من الآن في الأثناء أكد الإطار التنسيقيا رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أبلغ كافة القوى السياسية بأنه لن يردخ لأي ضغوطات بشأن التغييرات الوزارية المرتقبة وقال عضو الإطار علي الفتلاوي أن هناك فريق خاص فني يراقب أداء الوزراء بمختلف المجالات وكذلك محاربة الفساد والعمل الميداني لافتا لأن السوداني لن يردخ لأي ضغوطات سياسية من أجل منعه من استبدال أي وزير يراه غير مناسب في حكومته تتصدر وزارة النفط والتجارة والاتصالات قائمة التغييرات الحكومية أما البديل فسيكون من الكتلة ذاتها المنتمي لها الوزير من ثلاث إلى خمس وزارات ستطبق عليها أحكام التغيير لعدزها عن أداء مهامها بالمستوى الذي تتطلبه المرحلة الحالية ولعدم انسجام عملها مع البرنامج الحكومي الذي وعد به السوداني التجارة والنفط والاتصالات من أكثر الوزارات المرشحة للدخول بهيكلية استبدال الوزراء الحديث يتحدث عن ثلاثة أربع وزارات مهيئة للاستبدال قد يكون فيها عدم قبول بقرارات أو نتائج العمل المنطات للكابينة الوزارية وبالتالي المنهاج هو مستمر في عملية التقييم وقرار النتائج لهذه التقييم السيد السوداني قد يختي هذه الخطوة حفاظا على كابينة الوزارية وأيضا حفاظا على الاتفاق السياسي الذي حصل ما بين القوى السياسية ورئيس السلطة التنفيذية الكتل السياسية اتفقت مع السوداني على أن تكون متماشية مع قرار تغيير الوزراء الذين ثبت تقصيرهم في إدارة وزارتهم ولكن شريطة اختيار البديل من الجهة السياسية نفسها التي يعود إليها الوزير المقصر هذه الأسبوعين القادمين سيكون هناك إجراء كبير من أجل إجراء عملية تغيير لتلك الوزارات المتلكة في أداءها هذه معلومة ولا نتحدث بشيء أو رؤية استشفها من خلال مراقبة لا بل هذه معلومة الموضوع لا يأتي بوزير من خارج تلك الكتلة أو من خارج تلك الترشيحات بل تطرح على سيد رئيس الوزراء ثلاث أو أربع شخصيات وهو سيختار الشخص المناسب لتلك الوزارة تقارير الأداء والمنجز الذي قدمه الوزير منذ بداية إدارته للوزارة حتى لحظة تسليمها إلى رئيس الوزراء هي ما ستحدد التعديلات التي ستقع على الكابينة الحكومية للسوداني بعد انتهاء المدة المحددة التي أعطاها السوداني لإجراء الهيكلة الوزارية وسلمة التقارير على أساس المنجز والعمل المتحقق سيتم تقييم الوزراء أحمد ليث بغداد قناة الرابعة رجحت اللجنة القانونية النيابية تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لإقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية وقال عضو اللجنة رئيس الملكي أن الأيام المتبقية من الفصل التشريعي الحالي لا تكفي لتمرير القانون وأن البرلمان ملزم بتمديد الفصل التشريعي شهرا واحدا لحين إقراره مبينا أن الفصل التشريعي سينتهي في السادس من شهر أيار المقبلة هذا وأكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستتخذ كامل صلاحيتها بشأن إجراء أي تعديلات ضرورية على جنود وفقرات الموازنة وقالت اللجنة أنها ستقوم بتخفيض ومناقلة وتعديل الفقرات وإضافة أخرى للوصول إلى توفق نهائي بشأن القانون هذا وإنها موضحة الإجراءات ستسهم بتمرير القانون تحت قبة البرلمان دون أي معرقلات اشتركوا في القناة حذر نواب من مغبة خرق اتفاق النفط بين بغداد وأربيل مشيرين إلى أن تعزيز الموازنة من خلال موارد إضافية سينهي تلك المخاطر النائب المستقل أحمد الشمراني قال أن الاتفاق في تصدير أربعمائة ألف برميل من نفط الإقليم سيكون عرضة للخرق بسبب التجاذبات السياسية وأشر الشمراني إلى أن أي إخلال بالاتفاق سيزيد من نسبة العجز في موازنة العام المقبل لسنة ألفين وأربع وعشرين كشف النائب عن جماعة العدل الكردستاني سورا سعيدة عن استلاء حكومة الإقليم وشركة كار على عدة حقول نفطية وباعة النفطة وأوضح أن هناك شكوتين قديمتين ضد وزارة الموارد التبعية في الإقليم لبيعها النفطة من حقول باي حسن وهفانا وجنبورة وخباس وأباب النفطة مطالباً الإدعاء العام العرقي بتقديم شكو جديد ضد حكومة كردستان ووزير الموارد الأسبق أشتي هورامي وشركة كار كشفت لجنة النفطة النيابية عن وجود إرادة حكومية وبرلمانية لإقرار قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية اللجنة أكدت أنها بصدد مناقشة ومراجعة المشروعين كونهما من أهم القوانين المنظمة للعلاقة في مجال الإنتاج والتصدير والعلاقة بين الإقليم والمركز مشيراً إلى أن تأخر إقرارهما جاء بسبب ما وصفته بعدم وجود إرادة سياسية سنوات عدة انقضت ولا تزال الخلافات السياسية تقف حائلاً دون تمرير قانون النفط والغاز الأمر الذي يجعل جميع الاتفاقات هشة بين المركز والإقليم بثلاث نسخ مختلفة طرح قانون النفط والغاز منذ العام 2005 وحتى الآن جميعها لم تمرر نيابياً إثر الخلاف على مسألة إدارة الحقول النفطية لكن الإختلاف هذه المرة هو اشتراطه كردياً كملف أساس قبيل الدخول في تشكيل الحكومة قوان سياسية تبين أن النجاح في تمرير هذا القانون مرهون بتنظيم آلية تصدير النفط الخام وفق معايير الحكومة المركزية وثروات العراقية للشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب هناك بعض الاتفاق أن هناك يكون تصدير النفط والغاز من الإقليم هو بإشراف شركة السومو يعني الإشراف على التصدير وبالتالي الحكومة المركزية ملزمة بدفع مستحقات الإقليم جولات تفاوضية متبادلة بين بغداد وأربيل شهدتها المدة الماضية لحلحة النقاط الخلافية حول قانوني الموازنة والنفط والغاز يرى فيها مراقبون استمراراً للهشاشة والتنصر عن الاتفاقات ما لم تمضي السلطة التشريعية بتمرير هذا المشروع أو سيكون بمثابة ضمان لتنظيم العلاقة بين حكومتي المركز والإقليم انتفاق قانوني النفط والغاز إذا ما يشرع قانونياً عبر المرلمان فكل الاتفاقات وكل التفاهمات وكل التعاقدات هشة على أمر الواقع ما موجوده ويتكونه مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي من 53 مادة أوجبت تأسيس مجلس اتحادي للنفط يترأسه رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير النفط والمالية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن المحافظة والأقاليم المنتجة وخبراء في النفط على أن يراعى فيه تمثيل مكونات الشعب العراقي وبعد انحالت الخلافات السياسية بعدم تمرير النسخ الماضية لقانون النفط والغاز أكثر من عشرة أعوام تواجه النسخة الحالية ذات المصير وترهن إلى الأيام المقبلة لقلب الموازين مصطف على الوش الرابعة بغدر أكد البنك المركزي أن دفع النقدي للدولار أصبح منضبطاً مع إجراءة المنصة الألكترونية ما دفع بتراجع سعره في السوق مستشار البنك إحسان اليسري ذكر أن كل التجار بما فيهم التجار الصغار أصبح بإمكانهم الحصول على الدولار من خلال المنصة الألكترونية وأضاف أنه على ضوء ذلك من الطبيعي أن يبدأ الدولار بالتراجع أمام الدينار في السوق لسعره الطبيعي الذي وضعه البنك المركزي أعلنت هيئة النزاه أن عدد القرارات القضائية الغيابية لتسليم متهمين هاربين خارج البلاد بقضايا فساد خلال العام الماضي بلغ 570 قراراً رئيس الهيئة حيدر حنون أوضح أن القرارات توزعت بواقع 300 قرار قضائي غيابي لتسلم مدانين ومتهمين هاربين خارج البلاد كما أن هناك 23 ملف استرداد بحق المطلوبين من وزراء وذوي الدرجات الخاصة ومديرين عامين معركة كبرى تخوضها الحكومة لكبح جماح الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة يأتي ذلك في وقت يحتمي أغلب المتهمين بالسرقات المال العام تحت مظلة أحزاب متنفذة الأمر الذي يصعب من مهمة رئيس الوزراء يتحرك البرلمان العراقي باتجاه تشريع قوانين جديدة للحد من آفة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة لا سيما أن الحكومة تتعامل جدياً في ملاحقة المتورطين بالفساد من خلال آليات جديدة اتبعها السوداني لخوض معركته الكبرى كما يصفها دائماً ضد سرق المال العام هناك توجه نيابي من قبل مجلس النواب العراقي لجنة النزاهة البرلمانية من أجل تشريع قانون من أين لك هذا حقيقةً هذا القانون إذا ما شرع سيكون داعم إلى هيئة النزاهة الاتحادية لأن هناك الكثير من قضايا الفساد التي شابت العملية السياسية ودخلت في أغلب مفاصل الدولة العراقية لذلك نحن كمراقبين لشأن السياسي ندعم هذا التوجه البرلماني من أجل إعادة واسترداد الأموال التي نهبت وعلى خلفية حوادث التواطئ الأخيرة لخروج المدانين بالفساد من السجون بكفالة أو بصفقة تهريب فتعيش الحكومة الآن تحدياً صعباً إذا أوجود أحزاب ومافيات تحمل فساد بيد أن السوداني يستعد لكشف شخصيات كبيرة متورطة بالاختلاص وخاصة الذين كانوا يشتركون في إدارة الحكومة السابقة هنا نحتاج إلى إرادة سياسية ونحتاج إلى قرارات صعبة يعني كالعمليات القيصرية نحتاج إلى تصفير ملف الفساد من خلال دعوة الناس المطلوبين والكل يعرفهم أن يردون الأموال إلى الخزينة العامة وعائدات الفساد وعلى الرغم من توقيع جميع الحكومات التي تعاقبت على إدارة البلاد اتفاقيات مع دول أجنبية وعربية لمكافحة الفساد إن العراق ما يزال يتصدر الدول الأكثر فساداً في العالم فضلاً عن هدري ونهب الأموال التي تبلغ قرابة المائة والخمسين مليار دولار وتتفق الأوسط السياسية على أن ملاحقة الفاسدين من قبل الحكومة الحالية يحتاج إلى إرادة سياسية بعيداً عن المجاملات والمدارات لجهة دون أخرى فقار فاضل بغداد الرابعة تشكو مدينة الحلة في بابل من تركم النفايات على مدى السنوات أما الأسباب فغياب آليات التنظيف وعدم وجود تخصيص ملي كاف لهذا الملف بهذا المنظر كانت تغز النفايات أغلب شوارع المدينة إلا أنها انخفضت تسبياً بعد تغييرات شهدتها بلدية الحلة طالت مدراء عامين ومسؤولي الأقسام الخدمية على مدار عدة أشهر تغييرات لم تكن إلا بداية العمل على تغيير واقع بلدية الحلة من هيمنة شخصيات يقال أنها حزبية فجوة حاولت من خلالها حكومة بابل إعلان مشكلة التنظيفات إلى شركات متخصصة لجزء من مدينة الحلة يوجد لدينا نقص وفجوة في خدمة البلدية مقدارها 40% وهذه متأتية من نقص بالآليات ونقص بالعمال مشكلتنا بنقص العمال حاولنا نعوض حتى من إراداتنا لحد الآن ما جتنا إجابة ولكن إعلان ملف التنظيفات بجزء من بلدية الحلة أعتقد هو الحل الأمثل لمعالجة الفجو المتحققة في بلدية الحلة لتحقيق نظافة ولتحقيق السيطرة على الأعمال والنشاطات 1600 شخص يعملون بصفة عمال نظافة ينقسمون إلى حملة شهادات وجزء من النساء أعداد ضاعفت من صعوبة انتشاري العدد المتبقي لتغطية جميع أزاء مدينة الحلة والسيطرة عليها فضلا عن نقص الآليات المتخصصة بالتنظيف وأعدم وجود ميزانية مالية كافية لسد حاجاتي المؤسسات الخدمية جاري العمل على أعداد أو إكمال تم إكمال كشف لغرض ردم الفجوة ونستطيع أيضا من خلال ردم الفجوة هذه أعداد كشفاته بأنه متعهد أنه يعالج فقط 40% من المناطق 40% إلى 50% من هذه المناطق على أنه بقية آليات المديرية وكوادر المديرية تغطي بقية المناطق ومن المؤملي أن تعلن المناقصة الرسمية على معمل تدوير النفايات إلى ما بعد عيد الفتر الأمر الذي سيساعد بتقديل نسب النفايات بصورة كبيرة زيد الشهيبة الرابعة بابل كشف قائد عملية ديالة لواء الركن علي فاضل عمران الإطاحة بأخطر شبكة لنقل المخدرات في المحافظة وقال عمران أن جهد استخباري استثنى إيدام أسابيع عدة أسفر عن اعتقال أربعة عناصر ينقلون المخدرات من بقية المحافظات إلى ديالة مؤكداً أن عملية الاعتقال كشفاته عن طريق النقل والتواصل وآليات التوزيع وكشف خلايا أخرى هي رهن العمل الأمني حالياً أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب أن تخصيصات هذا القطاع في موازنة عام 2023 تبلغ النائب وقال فقط بواحد بالمئة لرئيس اللجنة حسين مردان أنه من غير المقبول أن تكون حسة القطاع الزراعي لتأمين الأمن الغذائي للمواطن هي واحد بالمئة فقط بالنسبة لوزارتي الزراعة والموارد المائية وضف مردان أن الدولة ترغب بتطبيق طرق الري الحديثة وتبطين الأنهر وهذا لا يمكن أن يتحقق بتخصيص هذه النسبة الضئيلة من المبالغ في الموازنة ألقى انخفاض مناسب المياه بدلاله على معظم الأهوار في وسطة أما في ذيقار فالوضع مشابه إذ يحضر مختصون من خروج الأهوار من لائحة التراث العالمية التفاصيل في هذا التقرير المشترك الذي يعده الزاملان سجاد العطية ونور صادق هذا المسطح المائي الذي يعتاش عليه الكثير من الصيادين في محافظتي وسط والديوانية أصبح اليوم مهجوراً بسبب شح المياه وارتفاع نسبة الملوحة على مساحة تقدر بمائة وستين ألف دونم يقع ذلك المسطح المائي المسمى بهور دلمج أو هور عفك تنوع في أحياءه المائية وتعدد في أصناف الطيور غير أن انخفاض مناسب المياه وارتفاع نسبة الملوحة قضت على أغلب الأحياء المائية كحال الأهوار في ميسان وذيقار هس وضعنا صفر نهائياً ماكو ناس بي ناس متجد صياد صيد مابي اللي السمش مال تكيل لا مات ما قاعد يجيني خلف الله لها الشتويع مطرات حصنان نشانيقات والله لا ما ماطر للأسوأ بعد وكان يعني خيرات بي وبالعمارة وبالناصرية وبالبصرة من وسط إلى ذيقار والمشكلة ذاتها وواجهة الجنوب السياحية هي أيضاً معرضة للتهديد التسبب انحسار المياه بانتفاض مناسب أهوار ذيقار ومختصون رجحوا إنها مهددة بالخروج من لائحة التراث العالمي لعدم وجود حل بشح المياه الذي أضر كثيراً بالأهوار التي تشكل ضروة اقتصادية كبيرة للبلد واجهة جنوب العراق السياحية معرضة للتهديد فانحسار المياه جعل مناسب أهوار ذيقار تقل بنحو كثير مختصون رجحوا إنها مهددة بالخروج من لائحة التراث العالمي لعدم وجود حل لشح المياه الذي أضر كثيراً بالأهوار التي تشكل ثروة اقتصادية كبيرة للبلد حقيقة هو تعرف من بعد الشح المياه التي عصبت بالعراق ككل ومحوظ ذيقار بالذات نتيجة تغييرات المناخية وانحسار المياه وقلة المناسب وقلة التصاريف حقيقة يعني تعرفوا مثل المتأثر الأول بهذه الشحة هو مناطق شبايش والمنارة والفود بعتمارها مناطق الأهوار وتعرفوا مناطق دخل ضمن لاحة التراث العالمي تعرف مناطق الأهوار إلى موجة جفاف حادة منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن عدم الاهتمام بهذه المناطق من قبل الحكومة المركزية برنامج الحفاظ على أهوار العراقي ملاذي تنوع البيولوجي والموقع التاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين ما زال يفتقر لوجود مشروع حكومي متوافق مع اشتراطات اليونسكو ظاهرة الجفاف من الظواهر الخطيرة التي تعاني منها منطقة جنوب العراق وخاصة في منطقة الأهوار والتي تهدد الأهوار من الخروج من لاحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو مطالباتنا من الحكومة المركزية الضغط على دول الجوار لزيادة الإطلاقات المائية وأيضا الضغط على منظمة اليونسكو انخفاض مناسب المياه والجفاف أثر كثيرا عن الأهوار فيما تتعالى صرخات المواطنين والمختصين بضرورة إنعاشها قبل أن تخرج من قائمة التراث العالمي الذي دخلت بشق الأنفس هجم القيدي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشير زيباري وزارة الخارجية العراقية بشأن إجلاء الجالية العراقية من السودان وذكر زيباري في تغريدة أن وزارة الخارجية أخفقت في إخلاق طاقم السفرة وجالية العراقية من السودان مشيرا إلى أن الخارجية نجحت في عام 2011 و12 من إجلاء دبلوماسيها ورعايها من تونس وليبيا واليمن بأمان أعلنت وزارة الخارجية إجلاء ثلاثة مواطنين عراقين جدد من مناطق الاشتباكات المسلحة في السودان الوزارة في بين ذكرت أنه تم إجلاء ثلاثة مواطنين عراقين من الخرطوم ووصولهم إلى مدينة جدة في السعودية هذا وأعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق عن إجلاء أربعة عشر عراقيا من الخرطوم إلى منطقة بورت سودان فيما أشار إلى مقتل مواطن عراقي جراء الأحداث هناك هذا وبحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع نظره السعودي الأمير فيصل بالفرحان للسعود الوضع الخطر والمعقد في السودان وفي تغريدة لهوه والتصال هاتفي شهد بحث الأوضاع الأمنية المعقدة في السودان فضلا عن مناقشة نتائل زيارته إلى دمشق شاكر أن الحكومة السعودية على دعمها إجلاء العراقيين من السودان يسود الهدوء العاصم السوداني الخرطوم بعدما أعلنت جيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية اتهمت قوات الدعم السريع السودانية الجيش باستهداف وحدتها المتمركزة في القصر الجمهوري بالخرطوم وبواسطة المدافع على الرغم من سريان هدنة جديدة بثلاث أيام وذكر بينهم لدعم السريع أن القصف المدفعي العشوئي للجيش يعرض حياة المواطنين والمقيمين من رعاية الدول للخطر ويعويق الهدنة حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريتش من امتداد أعمال العنف المتواصلة في السودان بعد التطرفين المتحاربين إلى كامل المنطقة وأبعد منها وقال جوتريتش أن عمال العنف في السودان يجب أن تتوقف لافتاً لأنها تهدد بحريق كارثي داخل السودان قد يمتد إلى كامل المنطقة أو أبعد منها وأكد جوتريتش أنهم على تواصل مستمر مع طرفين نزاع لدعوتهم إلى طاولة التفاوض هذا وأعلنت منظمة الأمم المتحدة ارتفاع عدد قتل الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى 427 قتيلاً وأكثر من 3700 مصاب بيانهم في المنظمة ذكرت أنها نقلت موظفيها بصورة مؤقتة من الخرطوم إلى بورد سودان بغرض إجلائهم للبلدان المجاورة مضيفة أن حوالي 700 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية الدولية والسفارات وصلوا لبورد سودان بعد احتدام الصدامة العسكرية والارتفاع المتزايد بعدد القتلى ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها رغبة بتحسين الأداء السوداني يستعد لإطلاق تغييراته الوزارية وحقائب النفط والاتصالات والتجارة تتصدر القائمة مع تأخر الموازنة نائب كردي تهم حكومة الأقليم بالاستيلاء على حقول كردستان وقانون النفط بالاتفاق لغاية الأن أكثر من 500 قرار نزاها تكشف ورقام أحكمها بحق الهاربين والحكومة بالسباق مع الزمن لكبح جماح الفساد بتغريدة غير متوقعة زباري ينهاجم شريك الحزب ويتهم الخارجية بالإخفاق بإجلاء الجالية العراقية من السودان المشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختم نشرة للمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا على الرابعة دو تي في وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام تليجرام سناب شات وتكتوك إلى اللقاء اشتركوا في القناة